يل يدن يدن هاااا يل يدن هااااااا السلام عليكم أهلا بكم في قناة أراببودكاست سلامتدة في شان�� هذا أراببودكاست معكم الأستاذ شادي السيد نحن الآن في دورة علم النحو للمبتدئين كتابي كورسوس علم النحو أنتو بمولا سندرس اليوم إن شاء الله إعراب الجملة الفعلية هلئيني إن شاء الله كتابي بلاجار إعراب جملة فعلية انتظرنا أهلا بكم نحن قلنا إن الجملة الفعلية فيها فعل وفاعل كتابي بلان جملة فعلية أدادي دلمنيا كتاكرجا دان فاعل ناما فاعل طيب والجملة الفعلية لابد أن تبدأ بفعل دان جملة فعلية حارس مولايدنان كتاكرجا مثلا يخرج الولد أنا أنيا كلوار يخرج فعل الولد اسم طيب تجلس الطفلة أنا أبرمبوان دودو حضر أبي أيها سايا داتانج طيب في الجملة الفعلية يوجد فعل يكون ماضيا أو مضارعا أو مستقبلا أو أمر دلم جملة فعلية إتو أدا كتاكرجا بسجادي دي وقت يانجلالو أتاو وقت سدانج أتاو وقت أكندتانج أتاو برنته مثل جلس الولد زمن يانجلالو يجلس الولد وقت سدانج سيجلس الولد أكندتانج اجلس يا ولد دودو لا برنته طيب في هذه الجملة يوجد اسم واحد دي دلم كلمة نيائتو أدا ساتو ناما ساتو كاتا ستله كتاكرجا الولد هذا الاسم هو من يفعل نمائتو ديا ينملك كان اسمه فاعل فاعل سوبجيكت فاعل طيب الفاعل في الجملة الفعلية دائما يكون مرفوعا فاعل تودلم جملة فعلية سلالو جادي مرفوع أتاو دنغان ضم اسمع النغار يجلس الولد يخرج الأستاذ يحضر الرجل سلالو دنغان ضم إذن تقول في الإعراب جاديتا مبيلان دي دلم إعرابنيا فاعل مرفوع وعلامته الضم فاعل سوبجيكت مرفوع وعلامته دانتان دانيا الضم طيب أحيانا كذن كذن توجد جملة فعلية طويلة أدى جملة فعلية لبي بانجان مثلا يأكل الولد الطعام أنا نعم مكان تشرب المرأة الشايا وني تبرم من أمته يشرح الأستاذ الدرس قرون يمن جلس كان بلجران هنا ركز دي سيني فوكوس يوجد فاعل أدى سوبجيكت وأيضا مفعول المفعول نسأل عنه بماذا مفعول أتو أبجيكت كتاب تنيا ماذا مثلا يأكل الولد الطعام تشرب المرأة الشايا وني تبرم من أمته ماذا تشرب أبا ينديا من أم جواب نعم يا مفعول الجواب هو المفعول أبجيكت إذن الشاي الشيئت مفعول به مثال آخر يلعب الولد الكرة أنا أني مين بولا ماذا يلعب الولد أنا أني أبا الجواب هو المفعول جواب نعم مفعول إذن المفعول الكرة تا ركز فوكس المفعول دائما منصوب مفعول سلال منصوب وهنا يكون بالفتحة داندسني جادي داندسني جادي داندان فتحة يلعب الولد الكرة تا تشرب المرأة الشايا يشرح الأستاذ الدرس إذن الإعراب جادي إعراب نيا مفعول به منصوب وعلامته الفتحة مفعول به منصوب داندان دانيا فتحة وهذا هو درس اليوم من إيتيوب لجرني هلئني لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات شكرا لكم وإلى اللقاء